فقسمة الناس إلى شعوب و قبائل متمايزة هي قسمة إلهية ولذلك حتى محاولات توحيد الناس كلهم في حضارة واحدة هي محاولة ميتة لأنها ضد الصنة الإلهية لأن الله جعل الناس شعوبا و قبائل ليتعرفوا فلأجل هذا كل أمة بقدر ما تمسكت بثوابت حضارتها و كانت متحمسة للإيمان بها بقدر ما كانت هذه الأمة في علو و انتصار وهذه كلمة أبو مسلم الخراساني حين سئل من أقوى الناس قال كل قوم في إقبال دولتهم هذه العصبية و الروح الحماسية المؤمنة بأفكارها و قيامها تصنع الأمجاد